موسيقى 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 السلام عليكم انتم تشاهدون في هذا الفيديو الوصفة اليوم ستكون طمينة الفخاز هذا الطمينة او هذا الكاتب لا تستغنى اول شي نبدأ به هو الكوليدو فخاز تحكم كيلو فخاز قطعة صغيرة بهذه الطريقة تضيف له كاس سكر مع 4 كاس ماء مع نصف سيترون وتضيف كل شي فوق النار يعني على النار هادي لا تضيفها قاوية و ليس قليلة بزيف وتضيف واحدة طيب وضيفها برد هنا في كوتي الخلف تحكموا قدرة تكون تقيلة انا هنا خدمتها بتاع الطين كيلت على الول بسحن بعد بنتلي بزيف بعد قلبتها كيلت بالقوبلي يعني قدرت كما نقولوا 2 قوبلي حق كيلة هنا استعملت 4 قوبليات تاع لوس بودخ مع 2 قوبليات تاع الكوليدو فخاز مع قوبلي واحد تاع سكر غلاس ان شاء الله هتكون فهمتوني بك سنحط لكم يعني المقدر بالكيلات لكما بدلتوا الكيل انا اسمه هنا الكيل تاعي هو 2 قوبلي الكيلة الوحدة 2 قوبلي المهم بعد انا بديت نخلط كل شي مع بعض يعني شايح في شايح لاني معادة ما حطيتش فوق النار باش تخلي شوية فوق بعض وبعد حطيتها فوق النار على النار هايدي اخلابه ما تتحرق ليش ونبقى نخلط استعملوا يعني من افضل مغرف تاع الحطب هكا ومغرف تاع السيليكون هاي دوك تاني ملاح وحاولوا انكم تخليواش تتحرق الناس يتعرف طمينة تلوز يعني بخزك سي لومين بخنسب وشي هنه برك بلفخاز بهاد طريق ونبقى ونخلطو حتى يجين القوام كيما لبطاشو انتما نحفسو طولوا بالكم معها بزاف يعني بهذا الطريق هذا هو القوام اللي لازم يكون بعدها نخليتها حطيتها في مبوشا دوي على جهة وبدأت ندير في القاناج هادو هما الليمون اللي راح نحط فيهم ندرنا الليمون تاع الميني كابكيك الميني مش هي الكبار هادوك الصغر ما يتبعون غمامون فين فرنك الحبة ودحطوها هكا كنت قدروا تديرها فيها مول ومبعد تقصوها بصرح نتبني هذي الطريقة اسرع واحسن ومن فوق الطبقة الثانية ستكون غناش وشوكولة البيض تخدموا كيلة كرام فخيش بثلت كيلات شوكولة بيضة انا هنا قدرت 100 غرام كرام فخيش أوبلا مع 300 غرام شوكولة بيضة حطيت هذه الكرام فخيش فوق النار تخنم ليه وبعد قصيت الشوكولة البيضة وضعتها وضعتها طبقة من فوق يعني ما تديروهاش خشينها بثاف ومشي دقيقة بثاف المهم تغطيلي انا هذيك الطمينة على فخيز ملتحت ويعني صدقوني مام البنار ستعطيها بالقانش وشوكولة هذي تعلبيض بثاف تجيبنينا وان شاء الله تعجبكم لا تنسوش هنا انا في وسط الفيديو حبسوه دقيقة دروا الاشتراك في القناة الكرام لا تشتركين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار باشديد نحطه في القناة وخليولي جامس غير هكا ها للفيديو هذي باش ان شاء الله نكمل ونعد نحط لكم بزاف الوصفات بها التاريقة شوفوا حتى الشكل يجي بزاف باهي ونكملتها بكامل هي يعني الكمية كونما ليمو شوية كونما ميهزو لا تشترك كمية كبيرة انا هاد الكمية خرجتلي ممبا خمسة وعشرين حبة يعني وكاي اللي يجيوا ليمو القل من هكا تعلميني كابكيك يتبعوا بألف فرنك من هادو كبانولي كومما شوية صغار بزاف هادو تعالفين هما اللي يعجبوني ويلي قول هادو الوصفة بهذا الطريقة وبعد هنالت الزيين يبقى اختياري انا جبت الورد المجفف هادا تعالو ورق مشي تعالو وردة كاملة وحطيتها يعني فتفتها غير شوية من الفق بهذا الطريقة ونخليهم يبردوا ودوقوهم جربوهم ورجعوا لي الخبر ان شاء الله يكون اعجبكم من الفيديو تعالي اليوم وكنت خفيفة ضريفة على قلوبكم ونلتقي في فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة